هو أفضل تشكيل عامله المدرب يوم ما سيسموحه خمسة واحد كان الدفاع كويس قافل كويس وكان بيرده على طول بيهجمه وجيبه جوان كويسة فهو الأفضل طبعا خط الظهر اللازم الكوي طبعا كابتن علاء وراء ونحة تانية عمر جابر ونحة الشمال أحمد فتوح ومحمد عبدالغاني دي الأفضل توليفة الخط الظهر وراء الملسوس مثلا اللعب اللي هو جوكر مثلا ويحط خطة في نص الملعب أنا أعمل نص الملعب الأول وبعد كده أحترام ليكي بعد كده أعمل خطة للهجوم مثلا إيه لعب أربعة أربعة أتنين مثلا أنا شايف أن من أهم الناس في خط الدفاع عندنا الوينش وإن شاء الله بس ربنا يكرمه ويرجع يعني من الإصابة وكده وربنا يشفيه يعني وكمان شايف خسام عبد المجيد يعني أنا عارب بورد خسام عبد المجيد إن شاء الله يبقى على قد يعني روح الفانيلا البيضة وعلى قد المسؤولية وهو إن شاء الله هيشد الفترة اللي جاية وإن شاء الله كده يعني تثبت خط الدفاع مسلوسي طبعا الوينش وبرضو حسام عبد المجيد كويس أنا بصراحة بيشوف حسام عبد المجيد كويس جدا الوينش عودة الوينش ترفع أهتم من خط الدفاع مع فتوح والطريقة اللي بيلعب بها سوريو اللعيبة بتاعت الزمالك أو الكواليت بتاع اللعيبة بتاعت الزمالك مش هي اللي تنفذها